اشتركوا في القناة 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 كانوا فرحانين ومش ناقصهم ولا حاجة بس عشان الشيطان مش بيحبهم وخلاهم ما يسمعوش كلام ربان وفعلا يمينه ما بقوش عايشين مع ربان طب بابا يا سوع اشتركوا في القناة لا لا ده عمل زي الملك اللي في القصة بالزبط نزل بنفسه عشان ينقصه استنى تعالى نشوف ايه اللي حصل زمان لما كنت صغير الوالي امر كل الناس يسجلوا اسماءهم كل واحد في المدينة اللي تولد فيها يا طرى امشي ازاي امشي ازاي ايه ده حاسب معلش اصلا نتيح ايه ده انت مش من هنا لا بس انا كنت جاي هنا اكتب اسمي بس انا ما عنديش مكان انام فيه هم يا خرام طيب ايه رايق تيجي معك ايه ده ويرو ماء كانوا رعا بللسهرانة وحالتهم باين تعبانة فرح قلوبهم تاه زهر النور وملاك بينادي عما نقيل هنا في النحياذي جاي والفرح معاك ما خافوش انا جاي اقول لكم على خبر حلو النهاردة اتولد لكم بابا يسوع المخلص في مدينة بيت لح بسرعة رحوله هتلاقوه ملفوف ونايم في مزود البقر المجدول الله المجدول الله المجدول الله المجدول الله في الاعالي استنوا استنوا نجاي معاكم ايه دا؟ النجمة دي شكلها حلو قوي وكبير قوي ايوه النجمة دي لما هتظهر معنى كده انه في مالك عظيمة ولد مالك عظيمة ولد؟ على كده احنا بقى ناخد الهدايا ونروح نزوره ومجوسي جماله بيتنطط وشه على قلبه بيخبط والنجمة واخداء على مزود في مالك مالك اهوه دا شكله بابا يسوع في المزود اللي هناك دا ايه دا؟ مالك 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 يتولد في مزود ماء ازاي؟ لا لا دا هو زي ما قال الملاك تعالى 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 بس جوا المزود نايم نونه والنور باين هو عيونه اصله حقيقي لا عرشه يا دوبك كم اشايا خنافه خرف بكتر بقى رايا و الأمرة يغطى مع إنه فرب القواد و ماليكة أولوف أو ربوات خداهم في سماء رضي على الأرض وسط الناس يسكنين للكون أحساس بتواضع محلاق مع إنهم ربنا كمان لما ربنا تجسد يعني بقى إنسان زينا شوفنا ربنا بعنينا وبقين عارفينه وعارفين إزاي ممكن نعيش صح في الدنيا دي وساعاتها يبقى الموت ما يغلبناش تاني ونرجع تاني كلنا الحياة الأبادية نرجع السماء نفرح مع ربنا على طول الله يا جدو أنا مبسطت خالص بالكسة دي وبالترنيمة كمان عشان تعرف قد إيه ربنا بيحب ولاده ومش بيسيبهم يقعوا في حاجة وحشة يلا بقى قوم نكمل تزويق الشجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر